ازايكم عاملين ايه؟ رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين هنتكلم النهاردة عن حالة جلدية جديدة البابي سترانجل الجوفينايل سيليولات البابي سترانجل عبارة عن خلال مناعي بيحصل للجراوي سبب الحد دلوقتي مش معروف بس السبب ده بيخال الجهاز المناعي للجرو يهاجم جلده والغدى دلينفاوية بتاعته خصوصا استمن ديبولر لينفنود الغدى دي اللي بتكون موجودة تحت فك الجرو الحالة دي بنلاقيها في الجراوي اللي عمرهم اقل من شهر زي ما شفنا في اول الفيديو والحد ده اربع شهور بس ده ما يمنعش اني ممكن الاقي الحالة دي في الكلاب الكبير سلالات كتير خصوصا البيور بيتصابوا بالحالة دي بس اغلب سلالات ممكن تشوفها الجولدن ريتريفر والداشهند والجوردن ستر الاعراض اللي حنشوفها على الجرو المصاب بالبابي سترانجل صادن سولن فيس هنلاقي بوش الجرو فجأة انتفخ وجفونه والمزل بتاعته بعد 24 ساعة من الانتفاخ ده هنلاقي حصل التهاب شديد ناحية العين والمزل وكون باستيول زي ما شايفين في السور كده الليجون ده بيحصله تدهور بسرعة وبيكون كره وكراست اشور بعد كده ومن الاعراض كمان اللي ممكن نلاقيها اوتايتس التهاب في الازون وبرده ممكن نلاقي باستيول زي كوانت وحنلاقي برضه تدخم في الصمن ديبلر لينفنود بيكون شكلها واضح قوي في حالة اللي سويلنج ده ولو ما بدقناش علاج حيحصل للمفنود ربشر وتكون لنا اوزنج تراكت وتطلع كل الاجزيوديت اللي جواها عن طريق انها هتكون فتحة على جلد الجار دي اعراض البابي سترانجل الواضحة نوعا ماي وحنلاقي فيه حالات كمان بيصاحبها ضعف عام وفجدان في الشهية وارتفاع في درجة الحرارة وعرج نتيجة ان حصل التهاب في المفاصل وكمان الاماكن اللي حصل فيها الالتهاب ده هنلاقي حصل فيها ألوبشيا الشعر وقع منها في الحالة دي الكلب بعد ما يخف الشعر اللقع ناحية المظل مش بيرجع تاني ممكن لو حد شاف الحالة الجلدية دي فكرها جرب او فترياب فعشان كده بنعمل سيتو باسولوجيكال اجزاميناشن بنعمل أصبيريشن بالنيدل للإجزيوديت اللي موجود في اللينفنود او البستيول ونشوف تحت الميكروسكوب هنلاقي عدد كبير من النيتروفيل والماكروفان ومافيش اي ميكرو أرجانيزم تاني ولو اخدنا عينة من الليجون وعملنا سكين سكرابنج عشان نشوف فيه اي اكسترنال برزاية النتيجة بتاعته هتطلع عن الجدف نبدأ بقى في العلاق طالما ده مرض مناعي فاحنا عايزين نصبط المناعة عن طريق اننا ندي ايميون وصابريسف درج زي البرينيزيلون او البرينيزون زي بريديسول شراب بنديه بجرعة 2 ميلي جرام لكل كيلو جرام مرة واحدة بس في اليوم لمدة اسبوعين او على حسب ما نلاقي الحالة بدأت تتحصل بعد كده هنبدأ نعمل تابرينج للدوز وندي الجرعة دي كل يومين كرس واحد من الاستيرويد زي كافي اننا نعارج الحالة دي تاني حاجة بقى علشان نلتهاب الجلد هندي انتي بكتيريال كريم زي فيوسي كورت كريم هندهنه مرتين على الليجون في اليوم لحد ما نلاقي تحصل وكمان لو في عدوى بكتيرية تانية جديدة هندي سيستاميك انتي بايوتك زي اوجمنتن المكسسيلين كلافيولينيك اسد هندي شراب الجرعة بتاعته 12.5 ميلي جرام لكل كيلو جرام مرتين في اليوم لمدة اسبوعين اخر حاجة بقى المرض ده مش معضي للكلاب وبعضها وكمان مش معضي للانسان لانه مرض مناعي زي ما قول بس كده خلصنا فيديو النهاردة ويارب تكون استفقت